اشتركوا في القناة بوليفيا عشان يثبته ان الاهل اتورت والاهل جاب صفقة مضروبة واللعب هيتوقف ودفتوة والحق ده بيرسيتاو ثبت ان عنده اصابة مزمنة ومش هيلعب وهكذا طب ما نشوف مطش مبارح مطش مبارح بس على ذكر اللعب الاجانب شوفوا الهدفين بتوع الاهل مبارح لا 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 من الاول خالص هو من اللي رفع الكرة الكرة ديت يا جماعة للأسف اللي عملها علي معلول انا بقول لكم لانه هدف مبارح ما شاء الله على الجمهور ما شاء الله يسحقه فعلا كولر يشكرهم جدا جدا على دورهم بصوا بقى علي معلول اللي هيلعبها ده الاجناب بتاع الاهل بيرسيتاو اللي هيسجل ده الاجناب بتاع الاهل ده الاجناب بتاع الاهل ما اقول لكم ده موعد مع الصفقات المضروبة شوفوا بقى اللي جاي يحضن بيرسيتاو بيحتفل بيه أليو ديانج ده الاجناب بتاع الاهل ما نفزمتش يعني مبارح رجل المبارح واخدها أليو ديانج برونو سافيو الاجناب بتاع الاهل الاربع لعيب مبارح يا جماعة الاجانب في الملعب اليوم هذا التأثير الصفقات اللي اتكلموا عليها كتير وصدعوكم بها كتير في برامجهم عارفين ده حاصل في نفس اليوم ما سبحان الله ده عبث الاقدار في نفس اليوم نلاقي هناك من يعلن فسخ تعقده مع لعب مغربي قبل الدوري ما يكمل منه تلات اربع سبيع بس مفيش برنامج قدر يتكلم محدش يتكلم محدش يتكلم قال كل نادي جاب صفقات أجنبية مين اللي لعب لغاية دلوقتي ومين لسه مصاب ومين فين وانتوا بتحسبوا النادي الاهلي بكل اللي انتوا بتقولوه افتح المشهد على الاخر وتكلم على الكل هي دي الفكرة لانك انت لا تجرؤ ابدا تفتح اي كلمة على اي حد لكن النادي الاهلي لما اللعب الاجانب في المرعب يكون لها هذا التأثير محدش بيستحي ويفتكر هو كان ايه الايه ويعتذر حتى وقبلهم بدر بنون اللي موجود مع المتخب وليسه بتاخد منارة فلوس بالضبط وعلي معلول اللي شارك في كاس العالم وكان حريش ييجي بسرعة يلعب ده قال يوديانج منوفزا ماتش اللي مستوى قال واللي عايز يمشي واللي متنرفز واللي متدايق لغاية امبارح الراجل ما نوفزا ماتش راجل للمباراة ده ينجي راجل للمباراة علي معلول يرجع فور الانتهاء وحريصه انه ييجي وتاني يوم يكون في التمرين ويشارك وبرونو سوف يسجل وبرسته ويسجل استاذ ابراهيم ده هم حريصين كل ما تيجي شيرة اللعيب الأجانب في مصر يقولك هو ليه الأهلي ما بيعرفش اختار الأجانب بتوعه وكل لعيب أجنبي بيجي لنا هو في منتخب بلاده تقريبا دولي ووقعت نجومه واخد بالك وعلى رأيك حتى ده ينجي لما مشي طباجي كسر الدنيا بعد ما مشي كسر الدنيا وجاي لك وهم كسر الدنيا انما الستايل اللي مش عارف ايه اظهروا من يوم ما مشي ما جاش واحد بهذه القدرة التهدفية اللي لو كان بيجيب نص الفرص اللي مضيحة كان حيبع ظاهرة على مستقل العالم يعني هو هداف الدوري ومضيع عدد أهداف ضعف اللي أحرزها لكن نزعل منه ونقيمه كده فطبعا الأهل يعمل بمعيار غريب جدا يا أستاذ إبراهيم في كل عناصر لعبة بتتعامل معاه بشكل عجيب عجيب طب خد بقى الكابتن عفة نصار على أليو ديانج يعني أليو ديانج لا تقطقه العين ما اعتقدش حد يختلف عليه إلا عفة نصار أعتقد أن الأهل ما استفدش من ديانج بالصورة الإيجابية للمفهود أستفيد بيها من لعيب محترف أنت أصدق لغاية دلوقتي؟ أه لغاية دلوقتي أقولك ليه ما أنه ديانج من نجوم الفريق ما نقولك بس والعناصر الأساسي ديانج من اللعيبة اللي رجليها قوية يعني ما عملوش مساحات إن هو يشوت يعني ميلي جاي بجوانا أكتر هو الأمام عشور نفسي الوزيشن تقريبا ماشي؟ إنما النواحي اللي أنا أستفيد بها من اللعب بتاعي اللعيب المحترف لازم أستفيد منه بقدرات أنا مش جايب واحد يقطع طب مع حسام عشور كان موجود وكان مقاين بالدور ده كويس جدا إنما هي العملية طرق الاستفادة من الأجانب بتاعتي طرق الاستفادة إن أنا أستفيد من محترف بتاعي إنه عنده المهارة دي قريس طبعا طبعا يعني واجاب الجوال برضو كتير بتسديد بصراحة مش كتير بالنسبة لا يعني يعني معظم الجوال يعني هقول لك على حاجة مثلا منهم ثلاثة أربعة بتسديد هقول لك على حاجة الأهلي بيجيلي فعولات كتير جدا الافتكر كده مثلا محمود أبو الدهب سمير كمونة في الأهلي في حيط التصريب بين بعيد كان بيجيب جوان كتير صح وكان بشير ودوية أقل حمزة جمل كان بشير التابع بشير فده اللي بتكلم عليه إنه عنده المخدرة وعنده العضلات اللي تقدر إنها تعمل الميزة دي ما باستفدش منها ليه أو ما بطورهاش ليه ليه أعتمد على بسبب تكون طرق اللعب ولا يا كابتن ساي إذن كابتن عفت يرى أن يختزل دور دي أنجل نشوت من بره الثمانتاشن وعنه هو لازم يفتح كويس قوي إنه جاب جولين في الزمالك من بره الثمانتاشر إذا كان ناسي يعني لما تجي له فرصة حيشوت بس إتبتول إمام عشور ما ما فيش حد في الزمالك بشوت غيره لكن في النادي اللي قال لي حمد يفتح بشوت السلاي بشوت أفشا بشوت دي أنجل بشوت فلما ييجي يجيب أربع خمس جوان في الموسم ده معدل مقبول من بره الثمانتاشر وبعدين يا أخي هو المدرب وتكلفاته أولا بيكلفه إيه واحد اتنين ثلاثة بالظبط على مجرد على مجرد السيد معوض قال له كده ما يوصلش قال لي ده البوزيشن والمهام بتاعته إذا ما كانش يوصل لرخم ثلاثة ها إنما المشكلة لأنه بشوت يجيب أجوان وما بيعمل لكش واحد واثنين هنا بقى تقول لي بيعمل إيه في النادي الآن وأنا أقول لك كده لأنه هو جاي وظائف بركز ومطلوب منه إيه فيها المدرب يكلفه بإيه شكرا على الملاحظة وخلي بالك يا ديانجو نبي شوت عشان الكابتن عفت يختنع بيك ينبسط